نلتقي اليوم في ظرف صعب إذ تتنامى الأزمات والحالة في الأمن الدولي تتدهور وبسرعة وبدل من إجراء حوار مفتوح والسعي لتوافقات في الأراء والتنزلات ما نشهده هو نشر المعلومات المغلوطة والاستفزازات والخدع وإن الخط الغربي هنا يقود الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كضامن لعدالة وكحامن للضعفاء من الأقوياء ونحن نراه في الأمم المتحدة أمر نشهد أن الأمم المتحدة هي التي ظهرت من ركام الفاشية ودماء الحرب ثانية وقد صممت للنهض بالتنغم بين الدول ومنع نزاعة ما بينها ومستقبل نظام العالمي يتقرر اليوم من الواضح لأي متابع غير منحاز أن المسألة هي هل نحتاج لنظام عالمي على رأسه قطب واحد يستعبد الآخرين ليمتثلوا إلى قواعده وقواعد استبداده أم أن نريد نظاما عالميا عادلا وديمقراطيا دون الإبتزاز ودون بث الخوف في نفوس الجميع من مخاوف الاستعمار الجديد ونحن اختارنا الخيار الثاني مع من يشاركنا هذا الرأي وندعو الجميع للعمل معنا لتحقيق ذلك وما بدأ يختفي ويتمجد في الماضي هو نظام أحادي القطبة الذي يعمل على أساس الاستهلاك والذي جاء على أساس استغلال آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والآن نشهد دولا ذا السيادة متعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية وهذا يؤدي إلى إقامة نظام متساون ومتعدد الأقطاب ومتعدد الدعائم ولكن العمليات هذه تشهدها واشنغتون وتعتبرها هي ومن سخرتهم بخدمتها في الغرب بأنها خطر يهددها وهي تريد أن تحرف مسار التاريخ في الماضي أعلنت أنها انتصرت في الحرب الباردة وواشنغتون في ذلك الحين نصبت نفسها كمثيل لله على وجه الأرض جون أن ترتب عليها واجبات بل لها حق العمل بلا حسيباً أينما شاءت بحق من تشاء خاصة إن لم تكن الأطراف قد أعجبتها وإن لم أعربت عن استيائها عن ما قامت به الولايات المتحدة من تنصيب نفسها قائداً للعالم فعلت ذلك في مختلف الدول كليبة والعلاقة التي حصلت فيها أرواح بريئة وتأثرت لكثير من الدول ولكن هل منعنا تعليم اللغة الإنجليزية أو لغة أي دول غربية في هذه الدول؟ هل منعنا الإعلام الغربية؟ هل أعلن عرق الأجلوساكسن بأنه عرق دون البشر؟ هل استخدمت أسلحة فتاكتهم بحقهم؟ ما كانت نتيجة تدخل وتمتحت في الشرق الأوسط؟ هل تحسنت حقوق الإنسان؟ هل تحسنت سيادة القانون؟ هل تحسنت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ هل تحسنت حياة سكان هذه الدول؟ أرجو أن تسموا دولة واحدة تدخلت فيها الولايات المتحدة بالقوة وأدت إلى تحسن حياة من يعيش فيها من السعي إلى إعادة نظام القطب الواحد في هذا النموذج نبوذج نظام مبنية على أساس القواعد فيه الغرب يستحديث خطوط تماس في كل مكان وهي خطوط التماس إما أن تكون معنا أو أنك ماء ضدنا ما من خيار ثالث ما من تنازلات أو حلول وسط وأن الثبات على مسار نشر الناتو لتطغى على الشرق مع نشر الهياكل العسكرية للناتو لتصل إلى حدود روسيا فهذا يعني أن النات المتحدة تسعى إلى استعباد المناطق الأسيوية وأن قمة ناتو التي عقدت في حزرانا في مدريد والتي توجدت نفسها تحالفاً للدفاع أعلنت عن المنطقة أو الأمن الذي لا يمكن فصله بين الغربي والأطلسي وبحث الهادي والهند وهذه الاستراتيجيات جاءت لتقويد أقامته الأسيان لعقوداً من الزمن أي هيكلية إقليمية جامعة وانفتحة كما تلعب بالنهر بالقرب من تايوان وتقدم بعوداً بالدعم العسكري لتايوان فمن الواضح أن نظام مونرو المعروف قد انتشر نطاقه وتحولت المتحدة أن تحول العلام بأسره إلى ساحتها وتفعل ذلك عبر الجزاءات أحدية الطرف غير القانونية والتي استخدمت سنواتاً طويلة انتهاكاً لمساق الأمن المتحدة واستخدمت كأداة للابتزاز السياسي وإن هذا الموقف واضح لأنها أثرت هذه الجزاءات تؤثر على المدنيين وتمنعهم من الاستفادة من أهم أفسط الخدمات كالأدوية والأغذية واللقاحات وخير مثلاً على ذلك هو الحصار المفروض على كيوبا الذي طال عمره عن 60 سنة والجمعية العامة ولسنوات تصر بل تطالب وبإصرار برفع هذا الحصار وهذا يتم بالأغلبية السحقة من الأصوات الأمين العام الذي من واجباته مساعدة في قرارات الجمعية العامة عليه طبعاً أن يولي اهتماماً خاصاً لهذه المسألة الأمين العام يلعب دوراً مهماً أيضاً في تعبئة الجهود لتغلب على الأزمات في الغذاء والطاقة والتي أدت والتي جاءت نتيجة ما قابت بها الواتحة والاتحادة الأوروبية من انفاق مجن للأموال في الجائحة وأيضاً بسبب الأفعال غير المسؤولة وغير المهنية التي قام بها الاتحادة الأوروبية في سوق الهدروكربون وبالرغم من المنطق فإن واشتون وبروكسل زادت من سوء الظروف عندما أهللت شن حرب الاقتصادية على روسيا وهذا أدى إلى زيادة أسعار الأغذية والأسمدة والنفط والغاز ونحن نرحب بجهود الأمين العام الذي ساهم في إبرام اتفاقات إسطنبول في 24 من حزيران يونيو ولكن الاتفاقات هذه لا تطبق بعد وحتى الآن فإن السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تذهب إلى مكان ما ولكنها لا تتوجه إلى أفقر الفقراء هذا من جهة أخرى فإن العثارات التي تضعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن كانت مالية أو لوجستية والتي تضعها في وجه الأسمدة والحبوب التي تضرها بلادي فهي لم ترفع بعد 300 ألف طن من الأسمدة محتجزة في الموانئ الأوروبية ونحن نطالب بإرسالها مجانا لدول المحتاجة لها في أفريقيا ولكن الاتحاد الأوروبي لا يصغي إلى طلبنا وإن هذه المخوف في الغرب غير مسبوقة وهي لا تخجل من الإفساح عن نيتها بفرض هزيمة عسكرية على بلادي بل تعلن عن نيتها أيضا لتدمير روسيا وتفتيتها ما تسعى هو أن تمحو من الخريطة العالمية كيان جيوسياسي أصبح مستقلا كيف قامت روسيا في السنوات الماضية في المساس بمصالح منافسيها ألا يخفر لنا أننا مكننا الهدنة العسكرية في الثمانيات وتسعينيات وسبب موقف بلادنا أم لأننا قمنا بحل عهد ورسو ومنظمة اتفاق ورسو مما مكننا ناتو من الاستمرار هل لأننا لم نعارض إعادة وحدة ألمانيا دون أي شروط وأننا استحبنا قواتنا من أوروبا وأسيا وأمريكا الاتينية ألم يخفر لنا اعترافنا باستقلالية الجمهوريات السوفيتية السابقة ألا يخفر لنا تصديقنا لوعود القادة الغربيين بأن لا يوسع ناتو قيد بوسط واحدة وعندما بدأت توسعه بالحدوث وافقنا على تشريع ذلك عبر الإعلان توقيع الإعلان ما بين ناتو وروسيا هل لا يخفر لنا عدم بأننا حذرنا من عدم قبولنا بتقريب هذا الهيكل العسكري الذي يشكل تهديدنا لحدودنا أن هذه الحصرية الأمريكية أصبحت مدمرة فعلا خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة في 1991 قام نائب قائد البنتاجون بول وولفويت في حديث له مع قائد قائد القوات الأمريكية في الناتو في أوروبا وزلي كلارك قال في ذلك الحين أنه بعد نهاية الحرب الباردة سنستخدموا جيوشنا دون خوف من الحساب أمامنا خمس أو عشر سنوات لتطهير النظم السوفيتي السابقة كنظم العراق وسوريا إلى أن تظهر قوات جديدة تنافسنا نهاية اقتباس وأنا على قناعة بأنه في مرحلة ما وفي مذكرات أحدهم سنكتشف كيف طورت الأستراتيجية الأمريكية تجاه أوكرانيا ولكن حتى يتضح ذلك فأن الخطط واضحة ومكشوفة ونحن قد نسامح لأن طلب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحن دعمنا موافقة الرئيس الأوروبي في ذلك الحين سيدنا كوفيتش بتسوية النزاع في 2014 هذه الاتفاقات في ذلك الحين جاءت بضمانة من ألمانيا وبولندا وفرنسا ولكن صباحة اليوم التالي قد دث عليها قادة والإقلاب الدموي الذين خذلوا الوسطاء الأوروبيين الغرب هز رأسه وتابعه بصمت وقصف المنقلبين على أوكرانيا الذين رفضوا القبول بنتائج هذا الإنقلاب وراقبوا بصمت التمجيد من عاون النازيين والارتقاء بهم إلى مستوى الأبطال هل لنا أن نوافق على نية كييف منع تعليم اللغة الروسية ومنع استخدام اللغة التعليمية في المدارس ومستخدامها في الإعلام والهجمة التي استهدفت دونباس التي أعلن سلطات كييف كون سكانها بأنهم غير أنهم ليسوا بشرا بل هم عينات مصلحة الغرب هل عرضناها لأننا لعبنا دورا في منع اتخاذ النازيين جدد في كييف من إجراءات في شرقي أوكرانيا وطالبنا تنفيذ حزب تدابير مينسك حزمة اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع وقابت كييف بعد ذلك بالتخلي عنها بمشاركة الوثاة المتحدة الأوروبي على مارس نوات طويلة نقترح قامة هيكلاً أمنياً في أوروبا مبنياً على الضمانات الأمنية المتساوية والجامعة على أساس الوثائق المعتمدة وعلى أساس هذه المبادئ لا يعزز أحد من إجراءاته الأمنية على حساب الآخر وقدمنا اقتراح بإجعل هذه الاتفاقات موسمة قانوناً هذا أمر استحتفناه في كانون الأول 2021 وكيف ردته الفعل هي رفضاً لذلك إن قدرة دول الغربة على التفاوض واستمرار الحرب الذي يشنه نظام كييف على شعبه لم يتركب منا خياراً إلا بالاعتراف باستقلالية جمهوريتاء دونسك واللوغسك وشن جهود لحماية شعب دونباسك وواجهة تهديدات التي تواجه أمننا التي يختلقها الغرب بشكل مستمر على حدودنا مع أوكرانيا وجاء ذلك امتثالاً للاتفاقات للصداقة والتعاون المتبادل ما بيننا وبين هذه الجمهورية وعلى أساس المادة الحادي والخمسين من مثق الأمم المتحدة إني مقتنع بأن أي دولة ذات سيادة وتحترم ذاتها ستقوم بنفس ما اتخذناهم الإجراءات مع تفاهم لمسئوليتنا تجاه شعبنا الغرب الآن بدأ بالإعراب على سخطه بسبب الإسفتاء الذي يتم في بعض مناطق الأوكرانية ولكن من يعيش في تلك المناطق لا يقوم إلا بردة فعلاً على ما قال لهم رئيس النظام كياب سيد زلنسكي في أب 2021 قال في تلك الحين أن من يشعر نفسه بأنه هو روسي وخدمة لمصلحة أبنائهم وأحفادهم عليهم أن يغادروا ويذهبوا إلى روسيا وهذا ما قام به ويقوم به سكان تلك المناطق وأخذوا معهم أراضيهم أراضي أجدادهم أي مراقب غير منحاز له أن يرى أن الأنجلوساكسون الذين استعبدوا أوروبا يجدوا بأن أوكرانيا ما هي إلا حالة تستخدم في توسعهم ضد روسيا إن هذا يشكل خطراً لهم أو أن روسيا تشكل خطراً لهم في جهودهم للاستبداد وفي الوقت نفسه فإن الغرب بقيادة واشنغتون يرسل مؤشرات مخيفة إلى دول أخرى تقول أن من يعترض سيكون التالي من آثار هذه الحرب التي يقودها الغرب على من يعرضها تأتي عبر تحويل الغرب وحلفائه إلى هذه الدول تحويلها إلى أدوات لتخطيب مصالحها وهذا يتم في الأمم المتحدة والدونسكو وفي دول أخرى وأن منظمة حضر الأسلحة الكيميائية خصخصت وتبدل جهود محمومة لتمنع استحداث في اتفاقية حضر الأسلحة السابة والعصبية حضر ما تستبد به أو الاستخدام الحصري لواشنغتون لهذه الأسلحة عبر العالم وهذا أمر لا يمكن ضحضه بحسب المعلومات التي وصلتنا في أوكرانيا هناك جهد لخصخصة أمانة الأمم المتحدة مع استحداث نهج نيو لبرالي يتجاهل الأبعاد الثقافية والحضارية للمختلفة في العالم ونحن علينا أن نقوم بتطبيق الميثاق ونضمن تمثيل الدول لنضمن عدم أن تكون هناك دولة واحدة تضغى على باقي الأمانة وواشنغتون قامت باستحداث أمور لم تكن في اتفاقية بسؤولية الدول المصادفة لأهيئات المتحدة وهذا الالتزام الالتزامات بموجب اتفاقية البلد المضيف تقع على أعتق الأمن العام وعدم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذها وإنفاذها أمر مرفوض ونحن علينا أن لا نقود من مجلس الأمن ولكن مجلس الأمن عليه أن يواكب الواقع الحاضر وعلى مجلس الأمن أن يكون أكثر ديبوكراتي ولكن نرى محاولات ولذلك يجب أن يتم عبر توسيع تمثيل دول من أفريقيا وآسيا بشكل خاص ولحن نرى بأن الدول معينة لها الحق بأن تتبتع بتمثيل في مجلس الأمن ولكنها في الوقت نفسه مع القائد ضوئي على أو إعطائي دفعة لدور أفريقيا بشكل خاص وعلى كل دول الأعضاء دون أي تحفظات أن تعدى تأكيد على اتزامها بغاياتي وأحكامي الميثاقة كخطوة لإعادة المسئولية المشتركة إلى مجلس الأمن عن مصر البشري ولهذا في تموز 2021 قامت مجموعة الأصدقاء الميثاقة شكلت هذه المجموعة وشاركت روسيا في تشكيل هذه المجموعة وتشكل الآن مكونة من 20 دولة هدف هذه المجموعة هي ضامن امتثال أكثر صرامة بالأعراف العالمية للقانون الدولي حتى تشكل ثقلا مضادا للقوى الأخرى ورطلب من جميع الامام إلى هذه المجموعة وأن هذه المنظمات كمنظمة عدم الانحياز والبريكس والأسيان لها قدرة أيضا على فرض ثقلها في هذا الإطار وأن الفهم للديمقراطية كوسيلة العيش في كل الدول لا أمر مختلف وهذا ولكنها في الوقت لفسه لا تحتدي بديمقراطية في إدارتها العلاقات الدولية كما هو الحال في أوكرانيا يبدو أن روسيا بررت موقفها وتبرر موقفها منذ سنوات ولكن الغرب لا يوافق حسنا فلنضع أعضاء المجتمع الدولي الأخرين يقرروا لأنفسهم ما ستتخذه من موقف بهذا الشأن البعض يؤيد البعض يعارض والبعض محايد هذا هو حال ديمقراطية عندما يعارض الساسة بعضهم البعض ولا يتفقون يقوموا بمدفعة عن موقفهم وأقناع الآخرين به ولكن الولايات المتحدة وحلفائها لا يقدمون للآخرين حرية الاختيار بل يهددون كل من يحاول اتخاذ موقف مستقل ويطالب بتهديد دول الانضمام إلى جزاء تستهدف روسيا هذا ليس جهداً ناجحاً في كل الأوقات ولكن الواضح أن جهود الولايات المتحدة وحلفائها ليست ديمقراطية بل هي ديكتاتورية خالصة واشنغتون ويوروب المستعبدة تحاول الحفاظ على سلطتها التي بدأت تتآكل عبر التدابير القصرية كالتنافسات الاقتصادية وحلبات الصراع الأخرى أعطيكم مثلاً استصدار التأشيرات لمن يريد حضور الاجتماعات في نيويورك وزينيف وباريس نرى هنا رغبة في تغييب المنافسة حتى لا يتبكن ممثل هذه الدول من حضور النقاشات والاجتماعات التعددية أهنا على قناعة بأن علينا حماية الأمم المتحدة ونتخلص من كل شيء سطحي منها وأن نعيد الأمم المتحدة سمعتها كمحفل ليصبع فيه صوته الجميع وهذا ما نستهدئ به في تقديمنا لمبادرتنا الوطنية من الأهمية بمكان أن نضمن فرض حظر شامل على استحداث الأسلحة ونشرها في الفضاء الخارجي ولهذا قامت روسيا والصين بصياغة اتفاقية دولية تنعرضها على مؤتمر نزع السلاح ومن الضروري أيضا أن نقدم الحماية لفضائنا السيبراني عبر الفريق بفتوح العضوية التابع للجمعية العامة والمعنى باتفاقية لحماية الأمن الوطني والدولي والوصول إلى اتفاق شامل لمكافحة استخدام تكنولوجيا تصل المعلومات لأغراض جنائية نحن مستمرون بدعمنا لجهود مكتب مكافحة الإرهاب وكينات مكافحة الإرهاب الأخرى في الأمم المتحدة ونأمل بأن نستمر بتطوير علاقاتنا مع الأمم المتحدة ومنظمة الكومنويلث والاتحاد الاقتصادي ومنظمة شانجهاي لنعظم من أثرها في منطقة يورو آسيوية ونحن نعمل على التغلب على النزاعات الإقليمية وذلك عبر تغلب على الطريق المسدودة في الذي يواجه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ونعيد الدولة إلى العراق وليبيا بعدما دمرتها الناتو وتحييد التخديدات التي تواجه سوريا وإطلاق عملية مستدامة للمصالحة الوطنية في اليمن وتغلب أيضا على وجود الناتو استقيلة في أفغانستان ونعمل أيضا على الإعادة إلى خطة العمل المشتركة في إيران مع ضمان التسوية الشاملة للملف الكوري الحالة في أفريقيا تستدعي رفضنا لإغراء التنافس السلبية وليتبكن اللاعبون الخارجون من التئام حول مبادرات الاتحاد الأفريقي ونحن ربعا قلقنا إزاء الحالة في كوسف وبوسيا والهرسك التي نجد أن الناتح الأوروبي واللوات المتحدة تصروا بعنادنا على تدمير القاعدة القانونية الدولية التي وضعها القرار 12-44 واتفاق ديتون للسلام في مثل هذه الأوقات نستقي الحكمة من أجدادنا وكما قال الأمين العام داق هامرشوك السابق الذي تذكر حرب العالمية الثانية قال وأقتبس أن الأمم المتحدة لم تشكل لترقب البشرية إلى الجنة بل لتوقذها من جهنم وهذه كلمات حكيمة وتفهمنا بسؤولية المشتركة لتوفير الظروف المطلوبة لتنمية مسالمة ومتنغمة لأجهال المستقبل وللجميع أن يتحلوا بالإرادة السياسية لتقيق ذلك ونحن مستعدون للقيام بذلك ونحن على قناعة بأن استقرار النظام العالمي لها أن تكون مضمونة ولكن ذلك لن يتم إلا عبر العودة حصرا إلى منابع الدبلوماسية الأممية وأن تلتزم بمبدأ الديمقراطية الحق واحترام المساواس يديما بين الدول وشكرا اشتركوا في القناة